من شرق غزة ينضم إلينا حازم البنى مراسل الغدى حازم ماذا عن الأعداد المشاركة في مسيرات اليوم أو في فعالية اليوم وماذا عن الاستعدادات الأمنية للاحتلال بالفعل في هذه اللحظات بدأت جماهير من الفلسطينيين في قطاع غزة بالتوافد إلى خمس مخيمات للعودة منتشرة في المناطق الشرقية الحدودية للقطاع وكما نشاهد في الصورة هناك أعداد قريبة من الحدود والسياج الأمني شرق منطقة حي الشجاعية واستعدادات للطواقم الإسعافية من أجل انتشال المصابين تحسبا لانتهاكات من قبل جيش الاحتلال الذي يقوم كما في كل جمعة بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين هذه الجمعة تحمل رسائل كثيرة من قبل المتظاهرين أهمها ضرورة التوافد والتأكيد على رفض مؤتمر المنامة الذي يمثل من نسبة للفلسطينيين يعني مقدمة لتمرير الطابع الاقتصادي لصفقة القرن وهم يرفضون بشدة عقد هذا المؤتمر وجهون رسائل لكل دول عربية بعدم المشاركة في هذا المؤتمر إضافة إلى التأكيد على حقهم بانتزاع مطلب كسر الحصار عن قطاع غزة وإلزام الاحتلال بتفاهمات كسر الحصار والتي تحدث في آخر تصريح له رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالأمس حينما اجتمع مع مجموعة من الصحفيين الأجانب بأن الاحتلال يمارس المماطلة في تنفيذ هذه التفاهمات الذي دخلت مربع الخطر وهو يمارس سياسة الابتزاز من خلال الاتفاف على مطالب الشعب الفلسطيني في كسر الحصار إضافة إلى استعدادات كبيرة للفصائل لتوجيه رسائل في هذه الجمعة عبر كلمات متفرقة للهيئة القيادية العليا لمسيرات العودة وفصائل فلسطينية أخرى تؤكد فيها على ضرورة الضغط من أجل رفض مؤتمر المنامة وإلزام الوسطاء سواء في مصر أو الأمم المتحدة للجانب الإسرائيلي بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار حتى لا ندخل في جولة تصعيد جديدة هذه المسيرات المتواصلة منذ أكثر من عام حصدت حتى هذا اليوم 306 شهداء وأكثر من 17 ألف جريح وهي مستمرة وسط تأكيد فصائلي وشعبي على أن هذه المسيرات لن تتوقف حتى كسر الحصار الإسرائيلي بالكامل عن قطاع غزة وصد كل المخططات سواء الأمريكية والإسرائيلية التي ترمي لتصفية القضية الفلسطينية سواء من خلال مؤتمرات أو من خلال الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية على الأرض نعم حازم البنة مراسل غد من شرق غزة شكرا لك